إلى اليونان حيث أثار قانون دار الإفتاء الجديد الذي أقره البرلمان اليوناني ردود فعل سلبية لدى مسلم اليونان بسبب إعداده دون تنسيق مع الأقلية التركية المسلمة في البلاد ووفق معاهدة ثين المواقع بين الدولة العثمانية واليونان عام 1913 تتمتع الأقلية التركية المسلمة هناك بحق انتخاب مفتي المسلمين حسب ما أكد عليه الدستور اليوناني عام عشرين لكن اليونان نقضت عام 1991 المعاهدة المذكورة وشرعت في تعيين مفتي للمسلمين قبلة بالرفض من الأقلية التركية التي أصرت على ضرورة انتخاب المفتي بواسطتها يتمتع المفتي المعين في اليونان بسلطة اتخاذ قرارات بشأن المسلمين في قضايا مثل المراث والأسرة لكن مع صدور مرسوم الرئاسي الجديد نشر في يونيو حزيران عام 2019 تم تقييد استقلالية دور الإفتاء من الجانب اليوناني في هذا الإطار يأتي قانون دور الإفتاء الجديد الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان اليوناني في الثاني والعشرين من يوليو الماضي ودخل حيز التنفيذ في بداية هذا الشهر الجاري للتأكيد على عدم اكتراف الحكومة اليونانية بمطالب الأقلية التركية والمعاهدات الدولية تنظر الأقلية التركية في اليونان إلى القانون الجديد على أنه أداة سلطوية تعمل على الحد من الحريات الدينية للأقلية التركية ودليل على عدم نية الحكومة حل المشكلة يقول المسلمون في اليونان أن أثين استمرت في انتهاك حقوق الأقلية التركية والحريات الدينية لسيما الأحكام المنبثقة عن معاهدة لوزان وتسعى لمواصلة العمل لتحويل مؤسسة دار الإفتاء إلى منصب حكومي تابع للدولة اليونانية وليس تابعا للأقلية المسلمة هناك ترجمة نانسي قنقر